على طريقتي في حديث مع الصديق المحامي طانو السعيد عن المدن التاريخية سألني قال أعرف أنك مغرم بزيارة المدن التاريخية دون سواها وفي طليعتها باريس ورومة واستنبول والقاهرة وأعرف أنك زرت استنبول أكثر من مرة وكانت حصيلة هذه الزيارات جعبة من الطرائف فهل لك أن تروي لي بعضها؟ قل في الواقع أني عدت منها بطرائف كثيرة سوف تقرأها في كتاب يصدر بعد قليل باسم بنت السلطان وإليك واحدة منها تتعلق بلغتنا العربية أنت تعلم أن العثمانيين حكموا الديارة العربية أكثر من أربعمائة عام ولما كانت لغتهم الطورانية فقيرة جدا بإمكاناتها فقد استعاروا لها معظم المفردات العربية مع تحريف بسيط يوافق طريقتهم في النطق كما استعاروا الحرف العربي لكتابة لغتهم وبعد سقوط حكم السلاطين في تركيا وقيام الجمهورية في بدايات القرن الماضي أخذ الأتراك يحاولون أن يبدلوا بوجه تركيا الشرقي وجها غربيا أوروبيا ورأى علماؤهم أن العقبة الأولى في الطريق إلى هذا التحول هي اللغة العربية التي تدخل مفرداتها وتعابيرها لغتهم الطورانية فبعدما ضربوا برؤوسهم الجدران وجبال الصوان ليصلوا إلى أنجح وسيلة تخلص لغتهم الفقيرة من لغة المتنبي والمعر ومن رشد ارتأه أن يستبدلوا بالحرف العربي حرفا لاتينيا وأن يطردوا الكلمات العربية من لغتهم ويضعوا في مكانها كلمات فرنسية أما استخدام الحروف اللاتينية بدل الحروف العربية فأمر سهل ولكن كيف يعممون المفردات الفرنسية الجديدة في المدارس والمجالس والأندية والأسواق والمنازل وسائر الأمكنة ويحلونها محل المفردات العربية في الأذهان وعلى الألسنا لقد رأوا أن مثل هذا العمل الصعب يحتاج إلى تأسيس جمعية خاصة لهذا الغرض يتوزع أعضاؤها العمل والنشاط وإيجاد الوسائل الكفيلة بتكييف الناس على المناخ اللغوي الجديد وتأسست الجمعية وألحقت برئاسة الجمهورية مباشرة نظرا لخطورة شأنها وأهمية أهدافها وفوق الباب الرئيسي ببنى هذه الجمعية تقرأ ما يلي محفورا بحروف كبيرة بارزة رئاسات جمهوريات اجتماع إدارات محاربات لغات عربيات جمعية تأسيسات سنة 1921 وإليك ترجمتها إلى العربية وإن كانت لا تحتاج إلى ترجمة رئاسة الجمهورية مجمع الإدارة جمعية محاربة اللغة العربية تأسس سنة 1921 أرأيت ما هو اسم الجمعية التي أسسها العلماء هناك لمحاربة اللغة العربية وإزالة مفرداتها وتعابيرها من الأذهان والألسنة؟ إحدى عشرة كلمة ليس فيها من اللسان التركي إلا كلمة واحدة هي سي الموجودة وراء كلمة جمعية أضف إلى ذلك أن كلمة سي هذه ليست مفردة تحمل بذاتها معنى مستقلا وخصا بها بل هي حرف وصل فقير يقع بين المضاف والمضاف إليه تماما مثل كلمة دو باللغة الفرنسية كنا مع جورج رداق على طريقة ذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر